8 مارس تاريخ ليوم المرأة العالمي هذا التاريخ يعني لنا الكثير لأننا في كل يوم نكتب التاريخ وللتاريخ ولو أمعنتم النظر على هذه المنصة لرأيتم الدليل من منصة زوم لمركز أبوظبي للغة العربية مشكورين رحبوا معي بي الأستاذة حصة لمهيري كاتبة إماراتية في أدب الطفل حازت في 2018 على جائزة زايد للكتاب عن فئة أدب الطفل حياتي الله أستاذة مرحبا أستاذة حصة حياتي الله خير على الترحيب وأنا سعيدة جدا بوجود اليوم معكم نحن أسعد الدكتورة مهل عتوم شاعرة أردنية تحمل الدكتورة في الأدب العربي حصل مؤخرا على جائزة الدولة الأردنية التقديرية أهلا وسهلا دكتورة أهلا وسهلا بكنا وبكم جميعا شكرا على هذه الندوة وهذه الاستضافة شكرا لكم أياكم الله أهلا بالجمهور الكريم نتمنى أن تكون جلسة لطيفة خفيفة فيها المتعة والفائدة لنبدأ لنبدأ بسؤال للمرأة يبهجها ويرفع معنوياتها أستاذة حصة ماذا تقولين للمرأة في يومها في هذا اليوم أحب أوجه رسالة للمرأة بأنها أساس هذا المجتمع وهي قادرة على فعل المستحيل إن أرادت وكل ما تتمنى أو تتخيله في منهجنا لا يوجد مستحيل بالأحرى المستحيل هي مجرد وجهة نظر وأنا أؤمن تماما أن المرأة قادرة على تحقيق جميع ما تتمنى في جميع المجالات وهي قادرة على أن تتميز بأسلوبها الخاص بأسلوبها الأنثوي الرقيق في جميع المجالات صحيح ولأن للمرأة أسلوبا خاصا دكتورة مهاء أعيد عليك السؤال ولكن أطلب الإجابة في بيتين نعم أيضا أتمنى للمرأة لكل مرأة في عالمنا العربي وفي العالم كله أتمنى أن تحقق وتنجز ذاتها على النحو الذي تريده وترغب فيه وأن تتحدى الظروف وصعب وخاصة أن المرأة فعلا وبإعتراف الرجل أيضا هي تصارع ظروفا صعبة كثيرة لدي قصيدة بعنوان مثل دموع النساء الدموع التي جمعتها المحارة في جوفها دمعة دمعتين ثلاثا غدت لؤلؤة والنساء اللواتر تدين الدموع تدافعن في ساحة الرقص يلهب ضوء المحارة أجسادهن وينشج حزن المحارة فوق الأصابع يصغين للموج فيهن حينا يسيل من الجسد الحي بحر وحينا تعود النساء إلى البحر حين يعدن كما كن ماء وملحا وضوءا وحزنا ليجمع زرقتهن ويذرفهن المحار البعيد وفي الليل في آخر الليل يخفين دمعاتهن الثمينات في علب الحلم يشرعن باب المنام لبحر جديد المحارة ماضي النساء السعيد شكرا صح حلسانة دكتورة دكتورة خطر في بالي سؤال ماذا تعني لك القصيدة كونها أنثى؟ يعني سؤال طريف وذكي يعني القصيدة فعلا هي عمل وجود كتابتي للشعر هي قدمتني لنفسي وللعالم ولذلك لا أستطيع أن أتنفس بدون القصيدة وبدون الكتابة هي ممر ومسار ورئة أتنفس من خلالها والمرأة متنفس للعالم أستاذ حصة وجود مثل هذه الفعاليات يوم عالمي للمرأة يوم المرأة الإماراتية ومناسبات أخرى تحتفي بالمرأة من وجهة نظرك خصوصا بأنك تكلمت عن المستحيل بأن المرأة تفعل ما تريد لماذا هذه المناسبات للمرأة؟ أعتقد بسبب يعني الآن في عصرنا هذا بسبب وجود الكثير من التحديات والمستجدات من الضروري وجود يوم يشجع ويحتفي بإنجازات المرأة في جميع جوانب الحياة سواء كانت معلمة، مهندسة، طبيبة، كاتبة، رسامة أيًا كانت أو رائدة في أي مجالات من مجالات العمل أو حتى ربة منزل فلا تقل منزلة ربة المنزل عن المرأة العاملة فهي التي تبني الأجيال المثقفة، الطموحة، المتسامحة والشغوفة بالمستقبل جميع هؤلاء النساء يسعين كل يوم حتى يحققنا ما في قدرتهم حتى يحققنا المستحيل لذلك من المهم موجود هذا اليوم لندفع هؤلاء النساء على تحقيق الأفضل دوماً وذلك دلالة على الاحترام لهم والحب والتقدير لأنجازاتهم جميل جداً وبجود الشابات وسيدات معنا على المنصة دكتورة انتسمحي لي بهذا السؤال لأن لا أريد أن أحرم نفسي وإياهم من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة كيف أصبحت مهل عتوم الدكتورة والأكاديمية التي ترفع لها القبعة من المحيط إلى الخليج ماذا نقول للفتيات أو ما هي السر هذه الخطوات التي وصلتش إلى المكان الذي أنت فيه حالياً؟ نعم شكراً لحسن الظن أولاً وثانياً أنا أقول الإرادة الإرادة ثم الإرادة وإيمان المرأة بذاتها وإيمانها وأن تكون مؤمنة بقدراتها هذه هي الخطوة الأولى أنا الحقيقة سرت طريقاً طويلة وشاقة وصعبة وخاصة أن أنا أيضاً أم وأنا أكاديمية أدرس في الجامعة الأردنية في قسم اللغة العربية ودرست الدكتورة وأنا بين الحمل والإنجاب والقصيدة أيضاً وكتبت قبل فترة بسيطة كتبت نصاً نثرياً قلت فيه أنني يعني بذلت الكثير لكوني إمرأة ومع ذلك تحملت هذا يعني في لحظة من اللحظات توقفت عن الكتابة عندما كنت أنظر في المرأة في الشهر التاسع لنفسي وأقف أمام المرأة وأقول للمرأة السمينة التي رأيتها في المرأة لن تكوني كاتبة بعد اليوم وكان هذا صعباً جداً وبعد الولادة أصبت باكتئاب ما بعد الولادة مع الانقطاع عن الكتابة لكن مرت هذه الفترة وانقضت وعط القراءة والكتابة والعمل بنفس الإصرار هو الإصرار والإرادة والإيمان بالذات هو ما يصل بالمرأة إلى ما تريد نستغل ما قلته دكتورة نخرج خارج النص قليلاً ما تمر به المرأة من اكتئاب ما بعد الولادة ضغوطات الحمل ضغوطات الحياة هذا الوقت كله سيمر إرادة المرأة جمال المرأة هو ما سيقودها ووصوف المرأة لا تنتهي أستاذ حصة فهي المسكن هي الفكر هي المعشوقة هي آية الجمال ولكن لنغوص في موضوع اليوم من هي الأديبة أستاذ حصة؟ في الحقيقة يعني أنا لا أستطيع إلا أن أقول أني أنا إنسان قريبة من الأطفال وهذا الشيء يعني مثل ما يقولون في القلب فبسبب تخصصي الطفولة المبكرة وتدريسي لسنوات عديدة بجانب الأطفال وربما تولد هذا حب الكتاب للأطفال من هذه الناحية من قرب الأطفال فهذا أكبر شيء يميزني أن أعتقد أن قرب الأطفال هو الذي يشكل هويتي في الحقيقة لو رأينا إلى الساحات الأدبية أستاذ حصة يعني أكيد كان هناك ملهمات للكتابة أو حتى ملهمين لتكلم عن الملهمات الأديبات ماذا وجدتي في الأديبات حتى أصبحت كاتبة؟ في الحقيقة أنا من يعني المعجبين جداً بالأديبة فاطمة شرف الدين وهي أيضاً أديبة في أدب الطفل كتبت العديد من القصص وحضرت لها أيضاً ورش وجلسات قرائية فوجود الأديبة بهذه الصورة مرأة بهذه الصورة قادرة على إنتاج العديد من الكتب التي تتوجه للطفل بمختلف أعمارهم بمختلف المواضيع هذه يعني موهبة يجب أن تستغل بأقصى حد وأن يعني أنا بالنسبة لي هي كقدوة فالمواضيع التي تطرقت لها في كتبها مع الأطفال عديدة جداً ومميزة حتى أسلوبها شيط وقصصي للأطفال أنا كامرأة ولست الطفلة تعجبني كتاباتها فلذلك هناك أيضاً الكثير من الكاتبات غيرها ومؤخراً هناك الكثير من الكاتبات أيضاً الإماراتيات اللواتي تصدرنا الآن في القائمة في طائمة الكتابة في أدب الطفل ولكن هناك أشعر أن هناك ربما الكتابة بالنسبة للمرأة وهي موجهة للطفل أقرب دائماً أقرب ربما لشعور المرأة بالأمومة أكثر وجود هذه الفطرة فيها فلذلك أعتقد أن هؤلاء الكاتبات اللواتي أكتبنا لأدب الطفل رائعات حقاً وأتمنى أن يستمرون حتى مدى طويل جداً بلتي إذن الله وأنتي كذلك قدوة ورائعة طرحتي موضوعين سأعود إليهما لاحقاً لكن الموضوع اللي لفتني أكثر وهذا كان أصلاً شغل العالم يشغل في 2019 في 2019 لما نزلت القائمة القصيرة الجائزة العالمية لرواية العربية البوكر كان ثلثي القائمة نساء فبدأت التحاليل منها من ربط الإبداع بالمرأة منها ما قال أننا لا نحن بس يالسين ندور بلهجتنا علثة أو سبب حتى نبرر المرأة وجودها من هالمكان أنا أريد أن أتوقف عند هذا المشهد وأنتقل فيه إلى المحور الثاني اللي هو ملامح الأدب النسوي ومكانته دكتورة لنضع للجملة نقاط إن محونا اسم الكاتب أو الشاعر من على القصيدة أو الكتاب هل سنعرف إن كانت هذه القصيدة أو الرواية كتبت لرجل أو إمرأة؟ نعم هو مسألة الأدب النسائي أو النسوي الحقيقة يعني المشكلة الأساسية في هذا الموضوع هي مسألة المصطلح أو عدم الاتفاق على مصطلح واحد يعني بين الأدب النسائي والنسوي والأنثوي إلى آخره ولكن بشكل عام يعني حتى لا نخوض فيما اختلف النقاط حوله أنا برأيي مصطلح أو فكرة الأدب النسائي مهمة من ناحية يمكن أن ينظر إليها بشكل إيجابي من ناحية إذا كانت تتضمن التفكير في خصوصية ما تكتب المرأة والحقيقة لا بد أن يكون للكتابة التي تكتبها المرأة خصوصية ما يعني تجارب المرأة حتى علاقتها باللغة وعلاقتها بالعالم مختلفة عن علاقة الرجل لكن في النهاية هناك مستوى فني وجمالي المستوى الفني والجمالي لا بد أن يكون مشتركا يعني لا يمكن أن يكون أو نقبل المرأة لمجرد إنها إمرأة نقبل ما تكتبه بغض النظر عن مستوى الفني والجمالي فأنا أقبل الأدب النسوي أو مصطلح الأدب النسوي إذا كان يعبر عن خصوصية المرأة عن خصوصية عالمها منفرداتها معجمها ولكن دون أن يكون هذا على حساب المستوى الفني والجمالي الذي تؤدي من خلال أدبها وبالتالي نعم أحياناً في بعض النصوص بغض النظر ممكن أن الشعر القصة إلى آخره يمكن أن نميز إن الكاتب إمرأة تجارب المرأة لأنها لها خصوصية مختلفة تماماً عن عالم الرجل لكن لابد أن يكون المستوى الفني والجمالي واحد مشترك مرأة أو الرجل نعم يتغزل بطريقة أجمل المرأة أم الرجل الحقيقة يعني لم يتح للمرأة أن تتغزل يعني مثل ما يتغزل الرجل ولكن أنا برأيي لو أتيح لها لتغزل من باب الحياة نعم لو تغزلت لكانت أجمل لكان غزلها أجمل لكان غزلها أجمل بعيداً عن الحب يعني أستدل مثلاً بقصة ماري شيلي كاتبة فرانكشتاين أو باللغة العربية إله النار الجديد في طبعاً الأولى نسبة الكتاب لزوجها الشاعر لكن يعني في الطبعة الثانية بعد ما ظهر الشاعر وكان هناك إشاعات بأن الكتاب ليست له لكن المجتمع ما رضي يصدق إلا لما هو ظهر في حفل وقال لا هذا الكتاب لزوجتي سعتها نسب الفضل للكاتبة الأصلية هل ينظر المجتمع إلى الأدب النسائي الدكتورة بأنه قاصة أو بأنها يعني محدودة في العواطف والدراما؟ يعني أحياناً حتى إطلاق المصطلح إطلاق مصطلح الأدب النسائي هو يشكل لدى البعض ولكن نقول لدى البعض يشكل يعني شكل من أشكال النظرة الدونية للمرأة يعني هذه المرأة تخبس في أدبها وبالتالي يعني الذي لا ينافس الأدب بشكل عام وأدب الرجل نعم لكن فعلاً ولكن الحقيقة أن المرأة أثبتت نفسها وخرجت على هذه الأسوار والقيود سواء كانت النظرية أو حتى في الحياة أثبتت نفسها لذلك يعني اللي تفضلت فيه قبل قليل لما قلتي عن جائزة البكر يعني المرأة ربما تصارع صراعاً مزدوجاً أو مضاعفاً لماذا؟ لأنها تريد أن تثبت أنها هي أولاً إنسانة وليست امرأة محبوسة في جسدها ثم كاتبة إذا كانت تكتب فبالتالي هي لديها مرحلتان لا بد من اجتيازهما حتى تقنع المتلقي والجمهور بأن لديها شيئاً ما وتريد أو رسالة أو فكر أو إنجاز تريد هي إيصاله إلى العالم أستاذة حصة من الأدب المعاصر إلى أنا أسمي أدب الطفل بأدب المستقبل لأن ما يكتب في أدب الطفل هو يصيغ مستقبله والكلمات التي تكتبونها دائماً تترسخ في داخلك وأنت من خلال تواجدك في لب صفحات الطفل يعني كيف ترين المرأة في الأدب خصوصاً على المستوى المحلي أو الخليجي؟ أنا أعتقد أن الآن الكاتبات في هذا المجال يعني هناك تطور كبير يعني ربما سابقاً المرأة تكتب أو في بداياتها كانت تكتب للمنادى بحقوقها للعدل والمساواة بينها وبين الرجل ولكن الآن نعتقد أن الكاتبات عندما يكتب هم يتوجهن إلى تعبير عن نفسهم أكثر من المطالبة بأمر ما لديهم حرية في التعبير أكثر والذي يميز حقيقة الأدب النسائي وهذا ربما أيضاً ما يميز كتابة النساء للأطفال هو عمق المشاعر لدى الكاتبات هناك مقولة جميلة للكاتب سعود سنعوسي يقول أن المرأة بعاطفتها فهي إنسان يفوق الإنسان وفي هذه الجملة يتضح أن عاطفة المرأة الجياشة وإمكانيتها في تجسيد هذه المشاعر في كتاباتها هي ما يميز هذه الكتابات لذلك عندما نكتب نحن للأطفال أيضاً نكتب من هذا المنطلق من منطلق قرب المشاعر تفهم المشاعر وهذا هو أول مدخل للطفل هي تفهم احتياجات الطفل تساعدنا على الكتابة للطفل بطريقة أفضل ونحن متفهمين لاحتياجات هذا الطفل يعني المرأة متفهمة لحتي يعني المرأة في أدب الطفل متفوقة؟ أنا أعتقد أن لا أريد التصريح بهذه الجملة لكن أعتقد أن هناك الكثير من الكاتبات المتميزات في هذا المجال وأعتقد أن أعداد الكاتبات الإناث للأطفال أددهم أكثر بكثير من الكاتبات في مشاعر الأنثى والأمومة يعني نعم أعتقد أن الأمر بالفطرة حتى لو أي أم ليست كاتبة بالفطرة تحبا تقص القصص على صغارها فا أعفوان ما سمعتك أستاذ حسنا؟ لا قلت لك بدون ما يصيحوا أكيد بدون ما يصيحوا ذكرت بأن مؤخرا كما ذكرت برزت أسماء نسائية عربية في الصحة الأدبية طبعا أكيد بدون ما نسمي حد نفتخر بهنا جميعا لكن في المقابل هناك أسماء في الأدب العالمي برزنا وتربعنا على عرش الأدب سؤالي يعني للدكتورة والأستاذ حسنا نبدأ بالدكتورة يعني أريد أن يعني من وجهة نظرك خصوصا كمتخصصة في الأدب العربي أين موقع الكاتبة أو الشاعرة العربية على خريطة الأدب العالمي؟ أين نحن؟ نعم الحقيقة العالم سبقنا بخطوات واسعة الحقيقة سواء من ناحية إعلان أو الاعتراف بحقوق المرأة أو يعني في فتح المجالات المختلفة لها لأنه أنا أعتقد أن مشكلة المرأة الأساسية هي مشكلة اجتماعية في الأساس لأنه إذا قبلها المجتمع فأنه يفتح لها المجالات المختلفة في السياسة في الاقتصاد في الأدب ولذلك سبقنا العالم في هذا المجال واعترف بحقوق المرأة مع أنه طبعا إحنا في التاريخ نقرأ لنساء كاتبات يعني كتبنا بأسماء مستعارة كتبنا بأسماء الرجال حتى لا يظهرنا أسماء هن وأيضا خضنا صراعات طويلة ومن يقرأ يعني فيرجينيا وولف وسيمون دي بوفوار وهذه الأسماء الكبيرة التي كتبت وأسست في هذا السياق لأدب المرأة وأدب النسائي لكن نحن نشعر بأنه المرأة في العالم العربي مع أنها ما زالت أنا من وجه التظري ما زالت الحقوق منقوصة لكنها أفضل بكثير مما كانت عليها في الماضي اليوم نحن نستطيع أن نجد امرأة في كل مجال ونستطيع أن نكتب نقدا عن كتابة المرأة في الشعر في القصة في المسرح في الإخراج في السينما في أدب الطفل وأنا أتفق مع الحصة أن المرأة لديها أولا من ناحية الكم عدد كاتبات أدب الطفل أكبر من الرجال ثم فعلا هناك خصوصية قرب المشاعر والعواطف والإحساس الأمومي اتجاه هذا الطفل فلدينا أسماء مهمة نفتخر بها طبعا في الرواية في القصة في المسرح في الشعر لكن هل تكتب فعلا المرأة كل ما تريد بطريقة التي تريدها الحقيقة أنا أظن أنه ما زلنا على الطريق ما زلنا نناضل ما زالت المرأة نناضل والمرأة على الطريق هل خطواتها سريعة أم خطواتها متأنية بطيئة في العالم العربي أظن متأنية وبطيئة بسبب الظروف العامة يعني بسبب الظروف الاجتماعية يمكن لأنها تمشي على استحيافة يعني تمشي على طرفة تمشي على الجمر تمشي على الجمر المرأة لا نتمنى أن تمشي على ورد أكيد ما نتمنى أن تمشي على جمر أستاذ حصة يعني في دولة الإمارات العربية المتحدة بيظل وجود منصات مختلفة أهمها مركز أبوظبي للغة العربية وجود هيئة ثقافة وسياحة سواء في بوظبي أو في دبي وجود منصات كبيرة في الشارقة تعنى بالأدب والمرأة خصوصا بأننا نحتفي أيضا بشيخة بدور وهي يعني في مناصب أدبية عالية على مستوى العالم أين هو الأدب الإماراتي النسوي الأديبات الإماراتيات؟ أنا أعتقد طبعا أنا أؤيد الدكتورة مها في كلامها أننا نحن ربما متأخرين قليلا عن باطل ركب دعونا نقول في الأدب ولكن أعتقد أن المرأة الآن واليوم تحاول قدر الإمكان اللحاق بهذا الركب تنافس للوصول إلى مقدمة هذا الركب أصلا فبوجود هذه المبادرات في الدولة بمختلف الإمارات المبادرات الداعمة للمرأة في المجال الأدبي جوائز عديدة مهرجانات عديدة هذه الفرص تجعل من النساء وتمكنهم وتعطيهم القدرة على الاستمرار في هذا المجال والإبداع أكثر فيه إذن نحن نمشي بخطوات بطيئة أم أن يعني؟ أنا بالنسبة لي ربما تكون بطيئة ولكنها ثابتة دعونا نقول أنها ثابتة فهذا شيء جيد لأن المهم الاستمرار حتى لو كانت بخطوات صغيرة والأشياء الجميلة اللي قرأتها بأن ترجمة كتابك لثلاث لغات مختلفة أصلا الإيطالية سابقا بالنسبة لي قبل سنتين ثلاث كان مثل الحلم لا يمكن أن يتحقق وجود كتابي خارج الدولة ولكن بالدعم من الدولة من جائزة شيخ زايد الكتاب ساعدوني على ترجمة هذا الكتاب إلى أربع لغات موجود في الخارج باللغة العربية والإنجليزية والإيطالية والفرنسية أيضا فهذا تطور كبير جدا ولديهم في الحقيقة الكثير من المبادرات الأخرى الداعمة للكتاب وهذه الجائزة السنوية وأيضا مهرجان طيران الإمارات للآداب يدعم الكثير من الكتاب وهناك في الحقيقة الكثير من الكاتبات ربما في السابق لم نكن نرى الكاتبات العربيات بصورة كبيرة أما الآن أعتقد في هذه المهرجانات يتصدرنا للقائمة بحضور كبير جدا في إلقاء سواء قصصها بمختلف مجالات الأدب سواء أدب الطفل الروايات أو الكتب الاجتماعية وغيرها الكثير فأعتقد أننا نحن طالما نسير بخطة ثابتة ولو كانت بخطوات صغيرة فنحن نتوجه بإذن الله إلى الأفضل إن شاء الله دكتورة يطرح في بالي سؤال لما نتكلم عن الترجمة كيف تختلف كتابات المرأة العربية عن كتابات المرأة في الأدب الإنجليزي مثلا أو في الأدب الروسي أو أي أدب عالمي آخر هل هناك فارق ولا أن هي المرأة في كل مكان لها منوال واحد نعم يعني هناك تعرفين هناك خصائص عام إنسانية مشتركة يعني غموم مشتركة ممكن أن نقول فنجد الكاتبة تعبر عنها سواء كانت عربية أم غير عربية لكن أيضا يظل هناك خصوصية واختلاف هذا يعني يختلف هذا باختلاف الثقافة باختلاف المجتمع باختلاف حتى الكاتبة نفسها خصوصيتها الاجتماعي الوضع الاقتصادي كل هذا يؤثر في كتابة المرأة لكن هناك خصائص عامة هناك احتياجات عامة يعني عندما تحدثت فيرجينيا وولف في كتابها غرفة تخص المرء وحده أن المرأة بحاجة فعلا في كل مكان وفي كل زمان بحاجة إلى حيز خاص بها هذا الحيز يعني يمكن أن يكون رمزيا غرفة لكن يعني المقصود به هو الاستقلالية فمطلب الاستقلالية مثلا هو مطلب مشترك حتى الكاتبات والكتاب أيضا لكن المرأة تعبر عنه أكثر لأنها لا تنال هذا بسهولة هي بحاجة مثلا إلى مستوى مادي معين حتى تستطيع أن تجد معاونة لها في العمل في القيام بواجبات المنزلية حتى تستطيع أن تكتب لأنه في النهاية الكتابة أيضا عالم هي تحتاج هذا العالم وتحتاج الاستمرار مثل ما قالت الأخت حصة قبل قليل أنه حتى نحافظ على هذه الخطوات الثابتة مهما كانت صغيرة أنت بحاجة دائما إلى الظروف العامة التي تدعم المرأة وتدعم تؤمن بها يعني تؤمن بها كإنسان مثلها مثل الرجل لديها ما تثبته وما تقدمه وما تنجزه حتى تصل إلى ما تريد الوصول إلي كترى اليوم كنت في حديث مع أحد الكتاب أتمنى أن يكون موجودة على المنصة فكنت أتمنى يعني دعوتها للحضور للاستماع للخصوة أنه هو كاتب شغوف جدا فقال ممازحا أنا متأكدة يعني ماذا تكتب المرأة؟ تكتب الدراما يعني تدور شيء تصيح عليه في حديثك أن المرأة تبحث عن حيز أو في غرفة لكن في المقابل نرى نساء جريئات يكتبن في مواضيع بعيدا عن الدراما يعني من خلال ملاحظة كمتخصصة في هذا المجال قولينا النسبة والتناسب خلينا نرد على هالناس اللي تقول أن المرأة دراما يعني خلينا نشوف أين تكتب المرأة أكثر يعني ونسلط الضوء يعني بعض الشيء على النقاط الإبداعية في كتابات المرأة نعم يعني أنا أقول أنه هذا الكتاب الدراما بين قسين يعني كما يسمونها هذه يعني كانت أنا أعتبرها مرحلة طبيعية مرحلة طبيعية في بداية يعني خروج المرأة من الأسوار المختلفة التي وضعت حولها يعني كان من الضرور يعني من الطبيعي وليس من الضروري ولكن من الطبيعي أن تعبر عن التظلم الشعور بدور الضحية الدراما الحزن المسيطر على مشاعرها وعلى كتاباتها لكن أظن أنه اليوم لدينا المشهد مختلف تماما لدينا كاتبات جريئات يعبرنا عن مشاعر مختلفة وكثير من هؤلاء الكاتبات يضاهين الرجل ويتفوقن أيضا وهذا يعني يعترف به أيضا الكتاب الرجال هناك عدد كبير من الكاتبات والشاعرات العربية اللواتي أثبتنا أنفسهم وقدمنا يعني فضاءات مختلفة ومتنوعة وقضيء المشهد وتثريه الدكتور بالحديث عن التطورات لننتقل للمستقبل يعني كيف نرى توجهه خاصة في الشعر النساء في الشعر بعد القافية إلى الشعر العمودي ما هي ملامح شعر المستقبل بشكل عمو بالنسبة للمرأة يعني كيف سنرى الشعر مستقبلا الشعر النسائي أو نقول الشعر بقلم نسائي نعم يعني في المستقبل يعني لدينا آمال أكثر مما لدينا توقعات يعني أنا مثل أقف مرة أخرى أعود إلى جملة الأخت حصة يعني نتمنى أن يظل المشهد مضيئا وتظل المرأة تسير باتجاه الأفضل ولا تتوقف ولا تتراجع ولا يتغير المجتمع والعالم ونظرته وتعامل مع ما تنتجه المرأة لكن الحقيقة يعني إذا أردتي اليوم المرأة تكتب بكل أشكال الكتاب الشعرية من العمودي إلى التفعيلة إلى قصيدة النثر تقدم نفسها في كل شكل تتفوق أيضا في كل شكل وهذا يعني يضيء النفس ويضيء المشهد يعني ونتمنى أن يكون المستقبل أفضل وأكثر إنصافا وعدالة وعلى الأقل أن تحقق المرأة ما تتمنى لدينا طموحات طبعا بعضها يتحققوا بعضها ينصدر يعني سؤال من باب الفضول فقط أتمنى أن يضيف شيء باعتبار الدكتورة في الجامعة دارسي الأدب العربي من أكثر النساء من الرجال والله يعني تعرفين في الجامعة بشكل عام مش فقط في الأدب معظم طلاب الجامعة من النساء وطبعا هم طبعا نعم وهم بيقولوا أنه لأنه النساء بظلوا في البيت والرجال اللي بيخرجوا في الخارج فهم ما بيدرسوا لكن النساء الذين هن أصرار الحقيقة يعني ليس لتحيزنا لأنفسنا لكن النساء يملكنا الإصرار والإرادة ويردنا أن يحققنا أنفسهم حتى يعترف العالم بهن في الأدب العربي هناك إقبال هائل من النساء ويعني هن مثلا في البعض يحب اللغة العربية دون أن يكتب لكن الكثير ممن يدخلنا إلى قسم اللغة العربية يبدأنا بالكتابة يتمرسن يعني يحاولنا أن يعبرنا عن أنفسهم ليس من أجل أن يصبحنا كاتباء ولكن بحثا عن نافذة يعني ينفسنا عن أنفسهم ويعبرنا عن أنفسهم من خلالها الأساليب الإبداعية للمرأة كيف خلال سنوات تصحيحك دعنا نقول هل اختلفت؟ هل جيل عن جيل يكتب بأسلوب إبداعي مختلف؟ نعم تتطور يعني لابد أن نقر بأن هناك تطور ملحوظ لأنه مثل أنا ما قلت في البداية أنه المجتمع الآن بدأ ينظر للمرأة نظرة مختلفة يعني المرأة اللي كانت محرومة من الدراسة في الماضي الآن هي تدرس الأباء يرسلون البنات إلى الخارج يتعلم يتنور يمتلك حقوق كبيرة وبالتالي هذا يطور الأساليب لأنه الإنسان ما الذي ينضج الإنسان؟ ينضجه التجارب التجارب هي التي تنضج الإنسان والمرأة الرجل والمرأة على حتى تنسواه فكلما فتحنا مجال المرأة لتجرب وما يجرب الرجل فأنها ستبدع وتتفوق ويذل شكراً دكتورة طولنا عليك أستاذ حصة عفواً بخص خصة أريد أن أسأل عن مستقبل القلم النسائي الإماراتي سواء كان في رواية أو في أدب الطفل أكيد في المعارض المحلية تلتقين ولا نتقي بكاتبات الإماراتيات قرأنا من باب المجامل أحياناً ومن باب الشغف لكاتبات الإماراتيات كيف نرى مستقبل القلم النسائي الإماراتي في الحقيقة هناك تزايد كبير في عدد الكاتبات الإماراتيات في السابق كان من الصعوبة يمكن الحصول أو إذا كانت هناك جلسة قرائية محاولة الحصول على كاتبات الإماراتيات لقراءة هذه الجلسة أو قيادتها كان هناك عدد محدود جداً من الكاتبات ولكن الآن أنا حقاً فخورة بالأعداد المتصاعدة للكاتبات في هذا المجال في مجالي أنا في أدب الطفل وأيضاً شاهد هذا الشيء في المجالات الأخرى وليس فقط ككاتبات مؤخراً أيضاً شاهد دور نشر جديدة تقودها النساء وهذا شيء يدعم الكاتبات أيضاً فهنا المرأة تدعم المرأة وهذا شيء جميل جداً فحتى أن لم يكتبنا هؤلاء النساء فهنا يدعمنا الكاتبات وهذا شيء جداً جداً رائع في اعتقادي أنا في الحقيقة أتطلع للمستقبل وما تحمله المرأة من دور كبير مستقبلاً ليس فقط في الوطن العربي بل في العالم أجمع هناك أيضاً شيء كتبه الدكتور عبدالله الغذامي في كتابه المرأة واللغة بما معناه عند إعطاء المرأة الفرصة للتحدث والتعبير فأنها تضيف صوتاً جديداً للغة وهذا التعبير حقاً جميل لأن فعلاً نحن الآن نرى عندما تكتب النساء نرى الكتب من وجهة نظر أخرى يعني أنا أعتقد أن الأدب النسائي أحدث توازن في الساحة الأدبية لأن في السابق هناك فقط وجهة نظر ذكورية التي نراها في الكتب أما الآن بإمكاني القارئ أن يرى وجهة نظر الذكر وأيضاً وجهة نظر الأنت كما ذكرت قبل عن موضوع ربما بعض الأمور الدرامية لا بأس بقليل من الدراما في اعتقادي جميلة دراما قارات الحياة نسميها أعتقد أن هذا الشيء جميل وجميعنا قرأنا كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة فهذا يدل على اختلاف وجهات النظر ومن الجميل وجود الكتابات للجنسين في الحقيقة لذلك أنا حقاً أتطلع لأصوات جديدة ولغات جديدة سوف تنتجها المرأة بإذن الله تعالى في السنوات القادمة لنستمع إلى أراء وأصوات جميلة أرد أود في الدقائق الأخيرة توجيه المايكروفون أو الأسئلة إلى الجمهور نستقبل أسئلة أو مناقشة من الجمهور إذا في حد عند أي تعليق سؤال نحن هنا في دقيقتين تفضلوا المرأة لا يمكن للمجتمع أن يصل نحو التطور والتحضر بدونها يعني بوجهة نظر الشخصية مع أن أنا يعني أدير الجلسة فقط يعني المرأة والرجل يعني يد واحدة لا تصفف يعني حديثنا عن المرأة للمرأة في يومها دكتورة كلمة أخيرة يعني أنا أتمنى الخير والأدب والشعر والنجاق والجمال لكل امرأة ولكل رجل ومثل ما قلت وقالت أيضا الأخت حصة أنه في النهاية المجتمع يمكن أن لا يمكن أن يتطور بوجهة نظر واحدة أو من منظور واحد لابد من التكامل التكامل الذي يقدم الصورة الكاملة ويقدم المشهد الكامل لكل المشاعر الإنسانية وما يمكن أن يراه الإنسان في العالم ويعبر عنه من خلال الأدب فأنا أتمنى لكل امرأة أن تؤمن بذاتها وأن بقدراتها وتحقق نفسها بالأدب وبغير الأدب لكن يعني كون هذه الجلسة الأدبية فأنا وخاصة أن المرأة التي تخوض مجال الأدب أيضا هي قد لا يكون الأدب هو العمل أو مهنة لكنها هي تحتاج أن تخصص له وقتا كبيرا في القراءة في الكتابة في ممارسة ما تقتضي أو التزود بالأدوات اللازمة حتى تستطيع أن تكتب ما تريد وتقدم صورة متحضرة عن نفسها وعن مجتمعها وعالمها أستاذ حصة كلمة أخيرة أنا فقط أود أن أقول لجميع النساء في العالم أنهم بإمكانهم تحقيق كل ما يتمنونه وأنهم أجمل ما في المرأة أعتقد أنها مكافحة ودائما ما تحاول أن تسعى وتجتهد في أي مجال هي فيه بأفضل طريقة وتنتج أفضل ما يمكنها إنتاجه لذلك أدعو جميع النساء سواء الإماراتيات أو العربيات في الوطن العربي أجمع أن يحاول نقدر الإمكان ونستمر في هذه الجهود حتى نصل بإذن الله إلى أبعد من الوطن العربي ونصل إلى العالم أجمع بهذه الجهود بإذن الله بإذن الله كلمات رائعة جميلة وأنا أريد أن أختم بكلمات جميلة أيضا بكلمات ضيفتنا الشاعرة تقول كوني كما شاءت الريح صوتا يدوم ثم يضيع فما شالت الريح يبقى كوني تكوني كما شاءت الريح وصنا طليقا يلوح للقادمين وللذاهبين وللمرأة في يومها كوني دائما أنت كما أنت فالمجتمع يتمكن بك شكرا ضيوفي الكرام وشكر خاص لمركز أبو ظبي للغة العربية وكل عام والمرأة الجزء الأكبر من كتابة التاريخ دمتم في أمان تحت ظل امرأة أمًا أختًا زوجةًا أو بنتًا كانت إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر